حملة هي الأشرس تقودها ميليشي الحوثي لتصفية المناوئين لها في منطقة بيت الفقيه بالحديدة بحسب اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فإنها تلقت بلاغات بسقوط ضحايا واحتجاز عشرات المواطنين في مديرية بيت الفقيه بالحديدة على يد ميليشي الحوثي وأضافت إن مركبات عسكرية تابعة للحوثيين اعتدت على قرى منطقة القصرة في بيت الفقيه واحتجزت أكثر من خمسين شخصاً كما أن هناك ضحايا سقطوا خلال الاعتداء المصادر أكدت أن الحملة الحوثية هي الأكبر على المدينة المسالمة حيث استخدمت الميليشيا قوة عسكرية مكونة من ثلاثين دورية محملة بالمسلحين ومصحوبة بثمان جرافات واختطفت العشرات من أبناء المنطقة فضلاً عن تجريف أراضي المواطنين وتهجير البعض من منازلهم تحت تهديد السلاح ليصل إجمالي عدد المختطفين إلى أكثر من مئة شخص فيما مصير العشرات مجهول في ظل استمرار الحملة العسكرية حتى الآن لا أبعاد أمنية للحملة وليس هناك اتهام لأبناء المنطقة بأي نشاط سياسي أو أمني فقط تسعى الميليشيا للاستيلاء على مزارع المواطنين وتهجير أبنائها وتحويل تلك الأراضي الزراعية لصالح أنشطتها العسكرية والتجارية أشاهد في ذلك أن لا أمان لليمنين على حياتهم أو ممتلكاتهم في ظل سيطرة الميليشيا التي ترى في الناس أتباعاً يسخرون حياتهم ومالهم لخدمة مشروعهم العنصري المتعارض مع كل عهود ومواثيق حقوق الإنسان في العالم ترجمة نانسي قنقر